ثانيا حساب الوسيط في حالة البيانات المبوابة لحساب الوسيط من البيانات المبوابة نتبع ثلاث رقم واحد تكوين جدول تكراري متجمع صاعد أو جدول تكراري متجمع هابط رقم اثنين تحديد ترتيب الوسيط حيث ترتيب الوسيط يساوي مجموع التكرارات على اثنين حيث أن C1 يساوي summation F على اثنين رقم ثلاثة تحديد فئة الوسيط وذلك عن طريق ترتيب الوسيط ثم تحديد التكرار السابق لفئة الوسيط والتكرار اللاحق لفئة الوسيط ثم تحديد طول فئة الوسيط أربعة التعويض في المعادلة التالية لحساب الوسيط ثم تحديد التكرار السابق لفئة الوسيط زائد C1 ترتيب الوسيط ناقص C2 التكرار السابق ناقص C2 التكرار السابق في I طول فئة الوسيط أن الوسيط يساوي بداية فئة الوسيط زائد ترتيب الوسيط ناقص التكرار السابق على التكرار اللاحق ناقص التكرار السابق في طول فئة الوسيط حيث L بداية فئة الوسيط وهي الفئة التي يقع فيها الوسيط والتحدد بترتيب الوسيط وC1 هي ترتيب الوسيط حيث C1 يساوي Submission F على 2 وC2 هي التكرار المتجمع السابق لموقع الوسيط وC3 هي التكرار المتجمع اللاحق لموقع الوسيط وI هي طول فئة الوسيط وتساوي الحد الأعلى لفئة الوسيط ناقص الحد الأدنى لفئة الوسيط والمثال التالي يوضح كيفية حساب الوسيط من البيانات المبوابة فيما يلي التوزيع التكراري للدخول اليومية بالريال لعينة من 50 عامل من العاملين بأحدى القطاعات والمطلوب حساب وسيط الأجر لحساب وسيط الأجر نتابع الآتي رقم واحد تكوين جدول تكراري متجمع صاعد كمالي الجدول التكراري المتجمع الصاعد مكون من عمودين العمود الأول هو الحدود العليا للفئات العمود الثاني هو عبارة عن التكرار المتجمع الصاعد الخطوة الثانية تحديد ترتيب الوسيط ومن خلال ترتيب الوسيط يمكن تحديد فئة الوسيط حيث ترتيب الوسيط يساوي مجموع التكرارات على 2 أي يساوي 50 على 2 يساوي 25 أي أن ترتيب الوسيط يقع بين القيمتين 18 و33 في عمود التكرار المتجمع الصاعد نقوم بمدى هذا الخط ليمر بين القيمتين ويمر بفئة الوسيط أعلى هذا الخط تكون بداية فئة الوسيط وأسفل الخط تكون نهاية فئة الوسيط وبالتالي بداية فئة الوسيط L والفرق بين بداية الفئة ونهايتها يساوي 10 أي أن I تساوي 10 وفي العمود الثاني عمود التكرار المتجمع نجد أن أعلى الخط هو التكرار السابق C2 والتكرار والتكرار اللاحق أسفل الخط C3 من هذا الجدول نكون قد حددنا بداية فئة الوسيط التكرار السابق التكرار اللاحق ثم ثم نقوم بحساب قيمة الوسيط من خلال المعادلة التالية بداية فئة الوسيط تساوي 60 زائد ترتيب الوسيط 25 ناقص التكرار السابق 18 على التكرار اللاحق 33 ناقص التكرار السابق 18 في طول الفئة 10 ودى إجراء العمليات الحسابية على هذه المعادلة نصل إلى قيمة الوسيط 64 و 67 من 100 أي أن وسيط الأجر يساوي 64 و 67 من 100 ريال يمكن أيضا تحديد قيمة الوسيط من خلال الرسم برسم المنحنى التكراري المتجمع الصعيد ثم تحديد قيمة الوسيط يمكن إجراء ذلك برسم المنحنى التكراري المتجمع الصعيد من خلال الجدول التكراري المتجمع الصعيد لعمل ذلك نقوم برسم محورين محور أفقي يمثل الحدود العليا للفئات ومحور رأسي يمثل التكرار أو التكرار المتجمع الصعيد ثم نرصد الحدود العليا للفئات على المحور الأفقي كما يلي أقل من 30 40 50 60 70 80 90 100 ثم نقوم بتحديد القيم على المحور الرأسي قيم التكرارات المتجمعة ونبدأ بالرقم 10 20 30 40 50 ثم نقوم برصد القيم المقابلة للحدود العليا للفئات والتكرارات المتجمعة كما يلي أقل من 30 0 أقل من 40 4 أقل من 50 9 أقل من 60 18 أقل من 70 33 30 أقل من 80 41 أقل من 90 47 أقل من 150 ثم نقوم بتوصيل هذه النقاط لنحصل على المنحنى التكراري المتجمع الصاعد ثم نحدد ترتيب الوسيط على المحور الرأسي وهو 25 نأخذ منه خط يتقاطع مع المنحنى في نقطة ثم نقيم عمود من نقطة التقاطع على المحور الوفقي لنحصل على قيمة الوسيط أي أنه يمكن حساب الوسيط بانيا من خلال رسم المنحنى التكراري المتجمع الصاعد أو المنحنى التكراري المتجمع الهابط مزايا وعيوب الوسيط كأحد مقاييس النزعة المركزية يتميز الوسيط كأحد مقاييس النزعة المركزية بانه لا يتأثر في حسابه بالقيم المتطرفة أو الشازة رقم اثنين يتميز أيضا الوسيط بسهولة حسابه أو إيجاده بالرسم رقم تلاتة يمكن حساب الوسيط من الجداول التكرارية المفتوحة من أحد الطرفين أو من كليهما كما يمكن إيجاده أو تحديده بالرسم ولكن يعاب على الوسيط رقم واحد لا يمكن حسابه من البيانات الوصفية أي يمكن حسابه فقط من البيانات الكمية رقم اثنين عدم دخول جميع القيم في حسابه حيث يتم التركيز على قيمة واحدة أو قيمتين في حسابه رقم ثلاثة من الصعب استخدامه في الإحصاء الاستدلالي وذلك لصعوبة معالجته بالطرق الجبرية